بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فهيلا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله تقالبا بولا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ونحن ربكم ونحن ربكم ويغفر لكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهِ وَعَسُولَهُ بَقَرْبَانَ مُوزًا عظيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إنه كان ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورًا رحيمًا صدق الله العلي العظيم وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين نتوجه جميعًا لزيارة المولى أبل فضل العباس ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك أبنك أشهد الله وشهد الله أنك رضي على الله علي المدنون بالميشهد الله واليالي بالميشهد الله أنهم حصلون بجعاء أنهم حصلون بجعاء أنهم حصلوا بجعاء ألهم أحطاء ففقد أكبر الجزاء فروحك الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه فلعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكات في قتلك حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرات وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين